108 رقم غرفة باردة شهدت على أوجاع كارولين على فترة سنة ونص لما حياتها صارت رهينة لوكيميا الدم صعب كتير 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 هالمشوار صرعت كل الدنيا تبقى عايشة لها اللق إذا أنا بدي عيش كمال أمي ما بدي عيش تودعني وتنقري علي هالمشوار العلاجة الطويل غير لحياتها سوء منعتها حرم من غمرة أمه والكدمات على جسم الهزيل كفيلة تأكد حاجتها لزراعة مستعجلة لنقي العظم حياتي للأسف مرتبطة بشوية مصاري مش زنبي ولا زنبي أهلي أنا خلقت ببلد ما بأمن للمريض للإحترام ولا الطبابة وعم بشري أنا حياتي سبديك 40 ألف دولار بتقدر أعمل عملية الزراع وتقدر عيش وإلا ما بعيش وبغادر هدنا للأسف وبيظل الأوضاع الراهنة العيلة قادرة بس تتكفل بمصاريف المستشفى اليومية خوفني الطريق المسدود اللي وصلت له هلأ ما عم بقدر نقدر نأمن لكلفة العلاج بيخوفني أنه من ورا هيدا الشي من ورا المصاري خسر إختي كوكو اللي بتحب الحياة ما عم تعرف تفكر إلا بلحظة الوداع دمعة أمة كل ما تنزل كأنها عم بتودعنا يمكن ما عايش يمكن موت بس ما وديش في طمعت يقبعه ودائما بتقليلي فراشة البيت ووردة البيت بس للأسف هلأ الوردة والفراشة مريضة ما قادرة تطير فراشة البيت عم تحارب الوقت وعيونها خير دليل على قدرة تحمله أما أصحاب الإنسانية الكبيرة فهن وحدهم رح يقرروا على أي سيناريو يتسكر باب غرفة 108 ترجمة نانسي قنقر شكرا